هذا البرنامج برعاية البنك الأهل التجاري كلنا واحد أهلا بكم إلى إرشاد وإلى فهم أوسع للتعاملات المصرفية مع إرشاد علاقتك بمصرفك على نور وموضوع الحلقة رسوم الخدمات المصرفية الرسوم على العمليات المصرفية هل هي حق أم مخالفة لتعليمات مؤسسة النقد السعودية؟ فالبعض ينتقد تلك الرسوم التي تقططعها المصارف السعودية بدون وجه حق مصرح به من قبل مؤسسة النقد والبعض ذهب إلى حد وصف المصارف بالمنشار الذي يربح كيفما اتجه في المقابل المصارف لها تبريراتها بأنها ملزمة بدفع مصاريف لوضع احتياط إلزامي جدل لم يتوقف بشأن الرسوم التي تتقاضها المصارف في السعودية على خدماتها المالية فالكثير من عملاء بعض المصارف يؤكدون أنها تستقطع رسوم اصدار أو تجديد بطاقات الصرف الآلية وهو ما يخالف تعليمات مؤسسة النقد كما تقوم مصارف أخرى باستقطاع رسوم إذا منخفض رصيد العمل عن ألف ريال ويجري الحديث عن قرب إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لائحة جديدة للتعرفة البنكية تحتوي على الاعتمادات الخاصة بالسحوبات الواردة والصادرة بالريال والعملات الأجنبية وتعرفة معاملات التحصيل ومن المفترض أن تحتوي اللائحة أيضا على تعرفة الحسابات الجارية والكشوف وأيضا ما يتعلق بإقفال الحسابات ودفاتر الشكات وتعليمات قائمة الدفع فضلا عن تعرفة خطاب الضمان والحوالات وغيرها من التعرفات البنكية رسوم المواطن بصفة عامة أو وصلة الحصائية أعتقدة إلى 70% مواطنين مختارين من البنوك طبعا في الحديث يوضحون لك الأشياء الإيجابية وتركون السلبيات بعض الرسوم تخفى عنك إلا أثناء التوقيع تعرف أنه هناك هذا مع وجود المبلغ الكبير أو الضخم الذي يأخذه أو مقارنة بالرسوم الصغيرة يتغاضى عنها وإن كانت رسوم أكثر من المطلوب وتواجه المصارف السعودية هامات بأنها تسير وفق تحقيق مصالحها دون تقديم أي تنازلات مقارنة بالامتيازات الممنوحة لها من قبل مؤسسة النقد بالمقابل ترى المصارف السعودية أن استخطاع الرسوم وفرضها نظامي على اعتبار أن النظام يجيز أخذ رسوم على الأرصد المنخفضة كجزء من تكلفة صيانة هذه الحسابات باعتباري أن حجم الرصيد لا يغطي تكاليف الصيانة وتؤكد المصارف السعودية أن هناك تكاليف تتحملها مقابل حفظها الحسابات والإدعات من بينها وضع احتياطي النظامي لدى مؤسسة النقد بواقع 7% وأيضا متابعة الحسابات وصيانتها وإصدار كشوف الحسابات وبطاقات الصرف الآلي ودفاتر الشكات بعض البنوك يأخذون رسوم عليها أنت تبغى تقترض من عندهم يأخذون رسوم عليها يسمونها رسوم إدارية تتعدى 3000 أو 4000 إذا كنت تبغى تقترض منهم نفس البنك يعني ما ندعي الرسوم هذه اللي هي المبالغ كبيرة يأخذونها وأنت أريد أنت بتدفع الفوائد حقتهم ليش الرسوم؟ الرسوم هذه خارجة عن الفوائد هذه الرسوم يسمونها رسوم إدارية البطاقة بطاقة في زبرد يأخذون عليها رسوم سنوية حتى المسبقة تدفع يأخذونها توقع 150 ريال أو سيك كده وبحسب مصادر في الصناعة المصرفية فأن مؤسسة النقد تمنع استقطاع أي رسوم من الحسابات التابعة للتأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد ومستفيد برنامج حافز المعروف أن جميع نسب الاستقطاع تعلن عنها البنوك وتكون ضمن الاتفاقية مع العملاء عند فتح الحساب لكن الذي يحدث أن كثيرا من العملاء لا يهتمون أصلا بقراءة الاتفاقية إذن من لديه حساب أقل من 1000 ريال مضطر أن يدفع رسوم عليها والتبرير أن المصرف يتكبت تكاليف صيانة تلك الأموال هل اقتنعتم بهذا التبرير؟ وإن كنتم لم تقتنعوا فما عليكم إلا انتظار لائحة سامة الجديدة التي يقال أنها ستصدر قريبا كما يقال أنها ستأخذ بالاعتبار كل صغيرة وكبيرة تتقاضى عليها المصارف رسوم لكن في إطار آخر هل يفهم عميل البنك البسيط كل بنود الاتفاق الذي يوقعه مع المصرف؟ وهل فعلا بالإمكان الاعتراض على أي بند أو شطبه من الاتفاقية إذا لم يعجب العميل؟ يقول العديد من عملاء المصارف السعودية أن بعض البنوك لم تترك بندا في تعاملاتها إلا ووضعت عليه رسما أو عمولا ويقول العملاء أيضا أن الرسوم والغرامات تزايدت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة ويتزايد الضغط على المصارف في هذا الموضوع في ظل تحقيقها أرباحا سنوية يقدرها بعض خبراء الصناع المالية بـ 31 مليار ريال دفع بعضها إلى مضاعفة رأس المال أكثر من مرة نظرا لاستفادتها من فوائد الحسابات الجارية وعدم وجود مصاريف تشغيلية كبيرة مما عظم الأرباح الفعلية للبنوك التي تعتبر من بين أعلى معدلات الأرباح في المنطقة ونظرا إلى كثرة القضايا في المعاملات البنكية فأن الخبراء يعتقدون ضرورة وجود جهة تمثل العميل وتنظر في حقوقه خاصة أن هناك ضبابية لدى عدد من العملاء في القطاع البنكي إذ لا توجد جهة تمثل حقوق العميل أو المستهلك المالي على أرض الواقع وهو صلب المعادلة الاقتصادية والتجارية بحسب المتخصصين ويطالب الخبراء بوضع منظومة محددة لإسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات وكذلك الخدمات المصرفية والطلب من البنوك وشركات التمويل عدم فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير مذكورة في هذه المنظومة إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد الواضح أننا نحتاج إلى جهة تمثلنا أمام المصارف أو نحتاج لشهادة لفك تلاصم بعض البنود سؤالكم وصلنا والسائل هو سعود عبد المجيد من جدة السؤال هو هل تأخذ المصارف رسوم مصرفية على فتح الحسابات الجارية؟ نقلنا هذا السؤال إضافة لأسئلة أخرى إلى الخبير المصرفي السيد سعد العبدالي بالنسبة لفتح الحسابات الجارية لا يوجد أي رسوم متطلبة لفتح الحساب بل أن الأمر يتعدى أخذ الرسوم فممكن العميل يفتح الحساب الجاري مباشرة وبدون اشتراط إيداع أي مبلغ حسب تعليمات المؤسسة ممكن أنك تفتح الحساب مباشرة وبدون ما تودع أي مبلغ وبدون أي رسوم أين يمكن أن نقدم شكوى بشأن الرسوم المصرفية؟ طبعا الرسوم الموظفين في الفروع ليس لهم الحق في فرض رسوم فرسوم الخدمات والمنتجات معلنة وموجودة ممكن يطلع عليها العميل مباشرة ولكن لو فرض أنه في أي إشكالية بالنسبة للعميل لأي أمر كان بالنسبة للخدمة بالفروع فهو ممكن يتقدم بالشكوى لإدارة الفرع أو ممكن يتقدم بالشكوى للهاتف المجاني وحتى لما يتم تقديم الشكوى سيعطى رقم مرجع بحيث يتابع المشكلة هذه وسيتم الاتصال به وإنهاء المشكلة هل صحيح أن للبنك الحق في خصم رسوم من حسابي إذا قل رصيدي عن حد معين؟ نعم البنك له الحق في خصم رسوم على الحسابات المنخفضة بحسب تعرفة المصرفية المعتمدة من المستنقل العربي السعودي والمبلغ هذا هو 15 ريال كل 6 أشهر يعني ما يعادل ريالين ونص شهريا طبعا هذا فقط للحسابات التي تقل عن ألف ريال شهريا وهناك استفسار حول اختلاف رسوم نفس الخدمات من مصرف إلى آخر طبعا الرسوم الخدمات والمنتجات في لها شقين الشق الأول فيه أشياء محكومة من قبل مصرف النقض العربي السعودي وتحكمها تعرفة البنكية الصادرة من المؤسسة وهذه لا بد أن جميع البنوك تلتزم فيها ممكن أنها تكون أقل من التعرفة البنكية ممكن أنه بنك ألف يقدم خدمة بتعرفة أقل من التعرفة البنكية ولكنه لا يمكن أن يتجاوزها فيفترض أنها تكون متساوية بين جميع البنوك أو كانت أقل هذا بالنسبة للخدمات والأشياء التي فيها تعرفة بنكية من قبل مؤسسة لكن أما بالنسبة للمنتجات فطبعا كل بنك ولوه طريقة في تقييم الرسوم الخاصة بالمنتج طبعا تحكمها عملية الكوست التكلفة على المنتج انتشار الفروع قيمة المنتج نفسه هذه الأشياء التي ستكون فيها تفرق بالنسبة لتسعير المنتجات بين البنوك أما بالنسبة لخدمات زي ما أسلفت فالتي تحكمها تعرفة المصرفية ستكون موحدة بين جميع البنوك ما هي الخدمات المجانية التي من الممكن أن أحصر عليها من البنك دون رسوم؟ طبعا في كثير من الخدمات المجانية التي تقدم للعملاء في القطاع المصرفي بالسعودية والله الحمد منها على سبيل المثال للحصر فتح الحسابات الجارية طلبات البطاقات الصرف اللي هي البطاقة الصرف الآلي كشوف الحسابات مجانية بالنسبة للعملاء خدمات الأونلاين أكيد أنها مجانية وخدمات الهاتف المجانية الهاتف المجاني برضو هو خدمة مجانية تقدم للعملاء هل يجوز لاسترداد الرسوم الإدارية حتى إذا لم أخذ القرط؟ طبعا بالنسبة للرسوم الإدارية على التمويل أو على القروض لا يتم استقطاعها من حساب العميل إلا بعد ما ينزل التمويل أو المبلغ في حساب العميل أما قبل نزول المبلغ في حساب العميل فما يتم استقطاع أي رسوم أما بالنسبة إذا كان العميل ألغى التمويل بعد ما نزله المبلغ في حسابه من حق البنك أنه يستوفي الرسوم كاملة ولكن في حالات ممكن أن البنك يعفي العميل حسب تقديره لحالة العميل هل يجوز للبنك فرض رسوم واستحصالها من حسابي دون علمي أو موافقتي؟ لا طبعا العميل لن يتم خصم أي مبلغ من حسابه إلا بعد موافقته وبعد توقيعه بالعلم على خصم الرسوم سواء كانت على منتجات أو على خدمات والسؤال الأخير هل هناك رسوم على إصدار بطاقات الصرف الآلي؟ لا توجد أي رسوم لإصدار بطاقات الصرف الآلي زي ما أنا سلفت في الإجابات السابقة حتى إذا كان العميل فقد البطاقة لأي سبب كان فممكن أن يتم إصدار بطاقة بديلة له لأول مرة مجانا طبعا إذا تكررت فقدان البطاقة أو صار فيه عدم سوء استخدام فمن حق البنك أنه يتحصل على رسوم تغطي تكلفة البطاقة هذه ولكنه زي ما سلفت المرة الأولى يتم إصدار البطاقة للعميل مجانا وإذا فقدها مرة أولى برضو حيتم إصدارها للعميل مجانا نصيحة إرشاد احرص على أن تتذكر بأن الباعة يحق لهم أن يطلبوا تفاصيل بطاقتك الإتمانية لكن لا يحق لهم أن يطلبوا معرفة رقمك السري إلى إرشاد جديد الأسبوع المقبل إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية البنك الأهل التجاري كلنا واحد ترجمة نانسي قنقر